موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة مطالع فيها أهم وأبرز ما قالته المواقع الإخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من موقع عدن الغد والذي تناول موضوع هروب السجناء في سيئون وعنون في صفحته الرئيسية ضبط أربعة من السجناء الهاربين من سجن سيئون وقالت التفاصيل تمكنت الأجهزة الأمنية والعسكرية بمديرية وادي حضرموت والصحراء اليوم من إلقاء القبض على السجن الرابع ضمن الهاربين من السجن المركزي بمدينة سيئون وقال الموقع إن محافظة حضرموت يتابع شخصيا عمل اللجنة التي كلفها لمعرفة المتسببين في هروب السجناء والجهة المتورطة في تقديم التسهيلات لهم مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة لكل من يثبت تورطه في ذلك موضحا أن الأمن والاستقرار خط أحمر ولا مجال للتساهل أو العبث به اليوم وأن السلطة المحلية تسعى جاهدة لتثبيت الأمن والاستقرار في ربوع المحافظة بشكل عام ويتابع الموقع هذا ولا تزال الأجهزة الأمنية والعسكرية تجري البحث عن السجين الخامس الهارب لضبطه وإعادته إلى السجن وإلى موقع عدن تايم والذي تابع العديد من الموضوعات وعنوان صنعاء ميليشيا الحوثي ترفع سعر الكهرباء أربعة أضعاف وقال الموقع أن ميليشيا الحوثي رفعت أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري في إطار إجراءات لمواجهة الضائقة المالية وتوفير إرادات وأكد مسؤول في مؤسسة الكهرباء بصنعاء أن جماعة الحوثيين التي تسيطر على المؤسسة أقرت رفع أسعار فواتير استهلاك الكهرباء إلا أنها لم تعلن ذلك بشكل رسمي وأضح المسؤول أن جماعة الحوثيين بدأت تحصيل فواتير استهلاك التيار من المحلات التجارية والشركات والمواطنين بالأسعار الجديدة والتي تشمل أيضا فواتير الاستهلاك المتأخرة عن الفترة السابقة منذ منتصف عام 2014 عن توقعاته لسير المشاورات وعن موعدها كتب مستشار الرئيس نصر طهام مصطفى وقال الكاتب واجه الرئيس اليمن عبدالرب منصور هادي وحكومته وابد المشاورات في الأونة الأخيرة ضغوطا هائلة غير مسبوقة لتمرير القلاب والقبول به ويأتي مشروع البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن كذروة لهذه الضغوطات فهو على رغم إشاراته للتمسك بالقرارات الدولية الصادرة في شأن اليمن وفي مقدمتها القرار 22-16 الصادرة تحت الفصل السابع إلا أن مضمون البيان في خطه العام كان أقل حدة تجاه الانقلاب ويتحدث عن ضرورة الإسراع بعمل تسوية سلمية من دون أن يتحدث عن ضوابطها ومرجعياتها ومتطلباتها التي تجعل منها تسوية سلمية مستدامة وليست مؤقتة وكان يفترض بالمشروع في حال صدوره أن يقف أمام أسباب التعثر التي حدثت في مشاورات الكويت في شكل متجرد وموضوع وأن يحدد من المتسبب في هذا التعثر لكنه مضى باتجاه إلقاء العبء في شكل أساسي على الحكومة المنتخبة وليس على الإنقلابيين الذين دمروا كل ما تبقى من مقاومات الدولة في اليمن الأرجح أن المشاورات ستتأجل بضعة أسابيع لمزيد من التأني في الإعداد الذي طالب به الرئيس هادي وحكومته ولا شك في أن الحكومة اليمنية على حق في ذلك بالنظر إلى حصيلة الجولة الأولى التي استمرت سبعين يوما ولم تسفر عن أي تقدم بسبب الاستراتيجية الثابتة للإنقلابيين المتمثلة في ضرورة حضور المشاورات والاستفادة منها في تعطيل الحل واختلاق المعوقات والاستفادة من الوقت في تثبيت الأوضاع الراهنة على الأرض وتغيير بنية الجهاز العسكري والأمن والمدني للدولة اليمنية برفضه بالألاف من عناصرها العقائدية وفرضها كأمر واقع على أية حلول سياسية مقبلة تجعل منها في حكم المستحيل فكل ما قضت الميليشيات يوما إضافيا في سيطرتها على العاصمة ابتعدت المسافة أكثر عن إمكانية الوصول إلى حل سياسي عادل ومستدام إلى موقع التغيير نتو الذي عنوان في صفحته الرئيسية بن دغر يصدم الإنقلابيين من عدن ويعجل بسقوطهم وقالت التفاصيل تفاجأت ميليشيا الحوثي والصالح بقرار صادم من قبل رئيس الوزراء حيث أعلن وقف إرسال الإرادات إلى البنك المركزي بالعاصمة صنعاء والتي تسيطر عليه الميليشيات وأكد بن دغر الحكومة لن تستمر في إرسال هذه الإرادات الخاصة بالمحافظة من الجمارك والضرائب والموالئ وغيرها إلى الميليشيا الانقلابية التي تسيطر على البنك المركزي في صنعاء الفاقد للحيادية والواقع تحت النهب وإلى موقع الموقع بوست والذي تابع إحدى الموضوعات وعنوان لماذا يسارع وفد الانقلاب للمشاورات بينما علق الوفد الحكومي مشاركته وقالت التفاصيل تسبب إن عدام الثقة بين وفدي الحكومة والانقلابيين الحوثي صالح في تأجيل الجولة الثانية من مشاورات السلام التي كان من المقرر انطلاقها الجمعة في دولة الكويت ليهي من الانسداد على الجولة المرتقبة قبل أن تبدأ جلساتها كالعادة ويرى مراقبون أن الحكومة اليمنية تخشى من الذهاب إلى مفاوضات الكويت والتوقيع على اتفاق سلام مع الحوثيين تضمن مشاركتهم في حكومة وحدة وطنية وتحولهم إلى السلطة قبل الانسحاب من المدن وتسليم السلاح التقيل للدولة كونهم سيمسكون بمصدر القوة وينقل الموقع عن أحد الصحفيين المتابعين للشأن السياسي قوله يبدو واضحا مبالغت الحوثيين في احتفائهم بعودة وفدهم للكويت وتحمسهم له بذات القدر الذي كانوا يتعاملون به مع أخبار انتصاراتهم الميدانية وصواريخهم وكتائبهم التي أسقطت المدن السعودية ولا يظهر ثمة سبب لهذا التحمس سوى ردة فعل لموقف الحكومة من العودة للمشاورات مفاوضات مطاطة تقترب من نقطة نهاية تحت هذا العنوان كتب علي الفقيه مقاله المنشور في المصدر أونلاين وقال الكاتب على الرغم أن الضمانات التي أعلنوا عن تلقيها لم تبدو حينها أمرا جديا إلا أن سير المشاورات وطريقة إدارتها أوضحت بشكل كبير ألا رغبة لدى الأمم المتحدة والدول الراعية لعملية السلام في اليمن في الضغط على الانقلابيين لتقديم تنازلات حقيقية من أجل تحقيق السلام ومنذ انطلاق جولة مشاورات الكويت في الثامن عشر من شهر إبنى الماضي كان وفد الحوثيين وصالح يرفض كل المقترحات التي طرحها المبعوث الأممي المشرف على المفاوضات وكان يتنقل من نقطة إلى أخرى بشكل غير منطقي وغير مفهوم إذ كيف يمكن للمتابعي أن يفهم الدخول في صلب مفاوضات دون إقرار جدول أعمال ولا سقف زمني ولا تثبيت المرجعيات بينما كان وفد الحكومة الشرعية على الطرف الآخر من الطاولة المائلة يوافق على كل النقاط والمقترحات ابتداء من مقترح جدول الأعمال وانتهاء برؤية وج شيخ التي تتضمن تقسيم الفريق إلى لجانة ومناقشة متزامنة وتنفيذ متزامن لبنود القرار 2216 متخلين عن تمسكهم فكرة المناقشة والتنفيذ التسلسلي لبنود القرار التي تبدأ بتسليم السلاح وتنتهي باستئناف العملية السياسية من حيث توقفت الخلاصة أن الجمود الذي يشهده الميدان وعدم إحراز طرف الشرعية تقدما منموسا خلال الأشهر الفائتة يمنح الانقلابيين نقاط قوة ويعزز قناعة المجتمع الدولي بضرورة ابتكار حلول تنهي الوضع القائمة في اليمن ولو كان نتيجة ذلك الانتفاض أو الاتفاف على القرار الأممي 2216 والذهاب نحو الضغط لتشكيل حكومة وحدة وطنية والبدء بعد ذلك في التحايل على نقاط الانسحاب من المدن وتسليم السلاح موقع المصدر أونلاين قام بنشر تفاصيل عن اليمني الذي وثق لحظة مقتل شاب أمريكي على يد الشرطة في الولايات المتحدة وعنوان الموقع الشاهد اليمني بحادث القتل العنصري في لويزان الأمريكية يقاضي الشرطة ويقول عبدالله مفلح وهو صاحب متجر في أمريكا عن طريقة تعامل الشرطة معه ألقوا بيف البقعد الخلفي لسيارة الشرطة لمدة أربع ساعات تقريبا وكان الجو حارا وكان كرسي الجلوس ساخنا ويضيف مفلحي أن الأمر كان محرجا حيث ظن كثير من الناس أنني معتقل أو أن لي علاقة بما يحصل ويرد التقرير نقلا عن مفلحي قوله أنه وضع في سيارة شرطة لساعة أخرى في مرآب السيارات التابع لمتجره ثم أخذوه لمحطة الشرطة للاستجواب ويضيف أغلق علي في غرفة بمعزل عن بقية الشهود وسمحوا لي بالخروج لأدلي بشهادتي ثم ألقي بي في المقعد الخلفي لسيارة شرطة أخرى أعادتني مستدركا بأنه لدى عودته وجد أن عناصر الشرطة وضعوا شريطا حول المتجر ومنعوه من الدخول وإلى موقع يمن مونتر والذي حمل العديد من العنوين التي تناولت أيضا العديد من الموضوعات السياسية حيث أورد الموقع على صفحته الرئيسية مسؤولان يمنيان لا محادثات حتى اعتراف الحوثيين بشرعية الرئيس هادي كما عنوان الموقع أيضا المقاوبة تقول إنها قتلت 16 حوثيا في مواجهة نهم شرقية صنعة وعنوان الموقع على صفحته الرئيسية التحالف يشن سلسلة غارات على الملاحيظ وقتال عنيف على الشريط الحدودي مع السعودية وقبل مطالعة أهم ما قالت في الصحف العربية الصادرة اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا نعود الترحيب بكم مشاهدنا ونصحابكم في جولة بين أهم ما قالت الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من صحيفة العرب الجديد والتي عنوانت اليمن تعثر سياسي وتدهور أمني تقول العرب الجديد على الصعيد البيداني في اليمن يبدو عدم استقرار المشهد الأمني مفتوحا على شتى الاحتمالات بما فيها عودة مسلسل الاغتيالات فلا يكاد اليمنيون ينسون خبر محاولات الاغتيال السابقة التي استهدفت محافظة عدن حتى تأتي محاولة جديدة وهو ما حدث أمس الجمعة وتتابع الصحيفة من اللافت أن أغلب المحاولات التي تستهدف المحافظ تمت أثناء تنقله إلى جانب مدير أمن المحافظة الأمر الذي يثير انتقادات للرجلين باعتبار تنقلهما معا يزيد من خطورة استهدافهما وتضيف العربي الجديد تزاملت الحادثة مع خلافات بين قيادة المحافظة وتيارات سياسية في المدينة صحيفة القدس العربي تابعت ذات الشأن السياسي وعنولت اليمن الحكومة تلوح بمقاطعة مباحثات الكويت إثر رفض الانقلابيين الالتزام بمرجعياتها وعلمت القدس العربي من مصادر رسمية أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ورد الشيخ اضطر إلى تغيير وجهة رحلته من الكويت إلى السعودية للقاء بالرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي في الرياض لإقناعه بالعدول عن موقفه وموقف حكومته الرافض للعودة إلى مباحثات الكويت واستئنافها أمس الجمعة تتابع الصحيفة جاءت زيارة المبعوث الأممي إلى الرياض بعد تهديد الرئيس هادي سلفا بعدم العودة إلى مباحثات الكويت وتدشين استصعيد العسكري الحكومي من مأرب واشتعال المواجهات خلال اليومين الماضيين في الجبهات المحيطة بالعاصمة صنعة وفي شأن متصل قالت القدس إن هناك اتفاق في الرأي بين الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون وعادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية على الحاجة الملحة لتركز محادثات السلام اليمنية على النتائج والاتفاقات القابلة للتنفيذ على أرض الواقع وإلى صحيفة الحياة حيث عنونت الجيش يطرد الخثيين من موقع يطل على باب المندب وقالت الصحيفة استمر الجيش اليمني في التقدم الميداني في جبال نهم شمال شرق صنعاء بعد تمكنه من طرد مسلح جماعة الحثيين وقوات الرئيس السابق صالح من مواقع استراتيجية مطلة على مضيق باب المندب بدعم من طيران التحالف العربية وتقول الحياة أن غارات للتحالف طالت مواقع وتجمعات للمتمردين في مأرب والجوف وصعدة ولهم وأفادت مصادر المقاومة في جوف بأن عشرات القتلى والجرحى من الحثيين وقوات صالح قتلوا في غارات استهدفت تجمعا لهم في مديرية برط العنان غرب منطقة الشغيف حرب العراق لم تكن إلا البداية تحت هذا العنوان كتب علي الصالح ما قاله المنشور في صحيفة القدس العربي وقال الكاتب تكررت مأساة العراق في ليبيا التي تتحدث الفوضى هناك عن واقع الحال وتدخلت الدول الغربية وخرجت ونتيجة نعيشها بعد خمس سنوات بلد ممزق لأقاليم تحكمه عصابات متقاتلة ولا دور يذكر للدولة المركزية لا يفهم من ذلك تبرئة لنظام القذافي الذي طغى وقتل ونهب هو وأبنائه وحاشيتهم ثروات الشعب الليبي وطبعا الشيء ذاته يتكرر في سوريا حيث انطلقت الثورة الحقيقية فيها على النظام الدكتاتوري الدموي في دمشق ولكن سرعان مختطفت وركب موجتها أكثر مائة وسبعين تنظيما بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان وسيبقى الوضع في سوريا على ما هو عليه لا غالب ولا مغلوب وتتواصل المعارك بين جميع الأطراف المتطاحنة بما فيها النظام ويتواصل انقسام الوطن السوري مع استمرار أعمال القتل والتدمير ويبقى الخاسر الوحيد هو الإنسان السوري العادي واللاجئ ولذيق المساحة نذكر فقط بالأوضاع الكارثية في اليمن وهذا يدفعنا لطرح التساؤل التالي لماذا لا يعتمد عرب القرن الواحد والعشرين عموما على أنفسهم وقواهم الذاتية وهي جبارة للتخلص من طغاتهم وكيف وبدون حياء يطالبون الولايات المتحدة علنا وإسرائيل خفية العون لتخليصهم من أنظمة يصنعتها وتعمل على بقائها خدمة لمصالحها راح الزمن الذي كان يتستر فيه عملاء أمريكا وجاء الزمن الذي يتفخرون فيه بعمالتهم لها وحتى لإسرائيل بإس هذا الزمن إلى صحيفة عكاد السعودية والتي عنوانت لا استئناف للمشاورات وأكدت مصادر يمنية أنه لم يتم بعد تحديد موعد استئناف مشاورات الكويت التي كان يفترض انطلاقها أمس الجمعة وقالت المصادر إن وفد الشرعية ما زال متمسكا بشروطه وفي مقدماتها الضمانات المكتوبة والتحديد سقف زمني للتشاور والالتزام بتنفيذ بنود القرار الدولي 2216 وإلى صحيفة الخليج الإماراتية والتي عنوانت ترحيل 150 أثيوبيا دخل اليمن بطريقة غير مشروعة تقول التفاصيل تم ترحيل 150 أثيوبيا كانوا قد دخلوا إلى الأراضي اليمنية بطريقة غير مشروعة وقالت منظمة الهجرة الدولية إن عملية الترحيل جرت تحت إشرافها وتنسيقها وأشارت إلى أن المخالفين غادروا على متن سفينة إلى جيبوتي على أن يتم نقلهم بعد ذلك برا إلى أثيوبيا وفقا لاتفاق مع المنظمة الدولية وفي عنوان آخر الحزاب الأمني يداهم جماعات مسلحة في المنصورة ولحج وقال مصدر الأمني إن فرقة من قوات الحزام الأمني داهمت أوكارا لعناصر متهمة في قضايا إرهابية وتمكنت من إيقاف سبعة أشخاص وبحوزتهم أسلحة ومتفجرات وقنابل حيث تم نقلهم إلى الاحتجاز للتحقيق معهم وصفت صحيفة البيان الإماراتية المعارك الدائرة قرب العاصمة صنعاء بأنها هزيمة كبيرة للإنقلابيين على مشارف صنعاء وفي التفاصيل تقول الصحيفة وجهت قوات الشرعية ضربة كبيرة للإنقلابيين في جبهة صنعاء حيث قتل نحو سبعين متمردا في معارك طاحنة في فرضة نهم سيطرت خلالها المقاومة على جبلي الشهداء والجروف في سلسلة جبال يام الاستراتيجية وذكرت مصادر المقاومة الشعبية في اليمن إن المقاومة والجيش الوطني تصديا لهجوم كبير للإنقلابيين في فرضة نهم شرق صنعاء حيث قتل أكثر من خمسين مسلحا وأسير آخرين كما غنمت قوات الجيش 12 قناصة وثلاثة صواريخ حرارية ضد المدرعات مع قاعدة الإطلاق ومدفعي هون وكمية هائلة من قذائفه تقدر بمئتي قذيفة وأنواع أخرى من الأسلحة والقذائف الصاروخية وقالت ناطق الرسمي باسم المقاومة في محافظة صنعاء عبدالله الشندقي إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكن من السيطرة على جبل الجروف وجبل الشهداء والجبال المحيطة بهما في منطقة جبال يام وذلك بعد معارك عنيفة دارت مع الإنقلابيين وأضاف قتل 16 متمردا وجرح العشرات منهم في اشتباكات في ظل تقدم الجيش والمقاومة وفرار البريشيات وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة إلى أن نلقاكم نترككم في أبال الله وحفظه ونتابع معنا مجموعة من رسوم الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر